بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرجل مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري رسالتنا كرامتنا المهدوية هذه المرة من محافظة البصرة حفظ الله أهلها خدمة للإمام الحسين عليه السلام فتاة تقول بمجرد أن تخرجت من الجامعة بعد أشهر قليلة تعرضت أمي لمرض القلب المزمن وبعد ذلك ألمت بها الأمراض ولذلك عندما تقدم إلي الشباب لخطبتي كنت أرفض دائما وأبدا لماذا؟ لأن من يراعي أمي وهي بمرضها الحاد وهي تحتاج بأن تأخذ العلاج دائما في أوقات معينة وتحتاج إلى طعام معين إلى غير ذلك من الأمور المهمة لنظافتها وغير ذلك وكان أبي يلح علي ويقول عليك أن تتزوجي وكنت أرفض وأمي كذلك وكنت أرفض حتى إخوتي أخواتي قالوا لي بأننا سوف نأتي إلى البيت لأنهم جميعا متزوجون بأن نأتي ونأخذ دورا هنا قلت لهم لا لا تستطيعون أنتم منشغلين جدا بأطفالكم بأعمالكم وأنا ليس لدي شيء إلى الآن لا وظيفة ولا عمل وأنا ما زلت غير متزوجة صراحة ضحيت لأجل أمي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبني من البارات بأمهاتهن في الدنيا والآخرة مضت السنوات بهذه الصورة وأنا كل من يأتي إلى خطبتي كنت أرفض وكذلك أنا لم أعمل في أي عمل خارج البيت رغم أن بعض الصديقات اتصنى علي وقلنا بأن هناك بعض الشركات قد فتحت باب التوظيف فيها وحجزنا لك مكانا لأنك تعملين بجد ومثابرة ونزيهة في عملك مواظبة في عملك ورفضت هذا كله لكي أبقى 24 ساعة في خدمة الوالدة مضت السنوات وأمي رحمة الله عليها توفيت ولكن متى؟ عندما بلغ عمري 35 عاما تخرجت بعمر 22 سنة وبلغ عمري 35 سنة توفيت أمي رحمة الله عليها صراحة في تلك اللحظات وبعد وفاتها بشهر أو شهرين جلست مع نفسي وصدمت صدمة كبيرة لست بالنادمة أبدا على بري بوالدتي ولكن شعرت بهذه الوحدة بهذه الوحشة بأني بلا عمل ولا وظيفة وبأني كبرت في السن وبلا زواج وصراحة ألمت بي بعض الأمراض أذهب إلى الطبيب لا يعرف علاجها خصوصا تلك الأمراض الحساسية أو الجلدية لا يعرف الأطباء علاجها هنا يعني وقعت في فخ الخوف من المستقبل وكيف سأعيش ومن يعينني من يساعدني بعد عين أبي هم كذلك رحمة الله عليها الذي توفي بعد ذلك فكنت أقول إذا ذهب أبي ماذا أفعل في هذه الحياة وتعرفون جيدا بأنه الأخوة والأخوات وإن جلست معهم وعشت معهم ليس كما تعيش أنت بين أبويك إلى غير ذلك فماذا أفعل في تلك اللحظات بلغت من العمر 35 عام وفي لحظة من اللحظات رأيت بأن يعني أخوتي قد كونوا أسرا عوائلا ومع أطفالهم سعد أخواتي تزوجنا وأصبح لديهن بيوت وعائلة وأطفال ومسرورات لا غير ذلك وكأنني أنا أصبحت الضحية الأولى والأخيرة في هذا البيت ليس ندما على بر الوالدين ولكن هم لم يساعدوا في ذلك لم يساعدوا أبدا في ذلك لم يتبرأ أحد منهم وقال بأني سوف آتي إلى البيت بشكل جدي وهذا مرفوض وليس من حقك أن لا تتزوجي أو من حقك بأن تبقي بلا زواج لغير ذلك كانت الردود من قبل إخوتي وأخواتي باردة لذلك علمت بأن إذا تزوجت ربما يقومون بإهمالها لأنهم مشغولين بأطفالهم ومشغولين بحياتهم لم أندم على ذلك ولكن فوتت أمر إلى الله عز وجل في إحدى المرات في ليالي الجمعة وإذا بأبي وإذا بأبي يقوم بدعوة جميع إخوتي وأخواتي إلى بيتنا كوليمة كان يعقدها شهريا للأهل والأقارب لغير ذلك وعندما رأيت أخوتي وأخواتهم وزوجاتهم وأزواجهم وكذلك مع أطفالهم فرحين ويضحكون شعرت بالحسرة صراحة وبدأت هذه المواقف تؤلمني كثيرا خصوصا عندما أسمع فلان ينادي يا أم فلانة وفلان ينادي يا أبا فلان وأنا ينادوني بإسمي ليس بأم أبدا إنما بإسمي وكبرت في السن فأشعر بألم شديد ماذا أفعل؟ اعتذرت ولم أبقى على وجبة العشاء كثيرا إنما لدقائق معدودة وقلت لهم بأني مريضة وأريد أن أصعد إلى غرفتي عندما وصلت إلى غرفتي وجلست على فراشي اتصلت بي أحد الصديقات المقربات وبدأت تتحدث معي وقالت إلى متى تبقين بهذه الصورة بلا زواج أمك رحمة الله عليها قد توفيت فقلت لها بصريح العبارة بأن حياتي قد انتهت حياتي قد انتهت أنا عمري الآن 35 امرأة مريضة بلا زواج بلا عمل ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كيف أستطيع أن أغير من هذا الأمر؟ وكان صديقتي بحمد الله يعني فتاة ملتزمة متعلقة بأهل البيت عليهم السلام فقالت لي بصريح العبارة لماذا لا تتوسلين بصاحب الزمان؟ سلام الله عليه توسلي بصاحب الزمان سلام الله عليه فقلت لها كيف أتوسل؟ قال عفوا صوتي متعب قليلا قالت لي اقرأي سورة ياسين واهديها لصاحب الزمان سلام الله عليه ثم قولي بعد ذلك مئة مرة يا ناصر المظلوم يا صاحب الزمان يا ناصر المظلوم يا صاحب الزمان وناصر المظلوم يعني المظلوم هو الحسين عليه السلام وناصر المظلوم هو صاحب الزمان وأنت الآن أصبحت مظلومة فقولي بعد ذلك يا ناصر المظلوم يا صاحب الزمان مئة مرة افعل هذا يوميا لأسبوع أو أكثر سوف ترين الفرج دائما وأبدا أفعل ذلك فأرى الخيرات تقرأين سورة ياسين بعد صلاة الفجر تودين ثوابها لصاحب الزمان ثم تقولين بعد ذلك يا ناصر المظلوم مئة مرة يا صاحب الزمان وبعد ذلك تسالين حاجتك إذا لم تستطيع بعد صلاة الفجر لا تستطيعين فبعد صلاة العشاء هذا الأمر راجع إليك وقع في قلبي بأن هذه هدية من الله سبحانه وتعالى وهدية من صاحب الزمان سلام الله عليه لأني قمت ببر والدتي رحمة الله عليها فعلت هذا الذكر المبارك بعد صلاة العشاء بشكل يومي أهدي ثواب سورة ياسين لمولاي صاحب الزمان ثم أقول مئة مرة يا ناصر المظلوم يا صاحب الزمان ثم أسأله بأن يغير من حياتي يجد لي فرجان ومخرجان مما أنا فيه تقول في اليوم التاسع والعاشر من استمراري على هذا الذكر المبارك وإذا بي في عالم الرؤية رأيت نفسي في بيت قديم وهو بيت جدتي رحمة الله عليها وجدتي من النساء المؤمنات المتقيات خادمات أهل البيت عليهم السلام وكانت تعد طعاماً رأيتها كانت تعد طعاماً وعبارة عن خبز وخيار وقليم من الملح وإذا بشاب بن وسيم بشاب يحمل أنواراً إلهية تطوف حوله يدخل إلى البيت وأمي جدتي وقفت على قدميها رغم كبر سنها ورحبت به كثيراً وأجلسته ووضعت الطعام بين يديه وقالت يا مولاي يا صاحب الزمان فعلمت بأن هذا الشاب هو صاحب الزمان سلام الله عليه قالت له يا مولاي يا صاحب الزمان أتمنى منك بأن تدعو لابنتي هذه فنظر إلي نظرة الرحمة صاحب الزمان سلام الله عليه نظر ملؤها العطف والحنان كأب كأب ينظر لابنته تناول شيئاً بسيطاً من الطعام ثم رفع يديه إلى السماء وتمتم بكلمات لم أسمعها عندما جلست عند الصباح شعرت بفرحة كبيرة جداً 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 وشعرت بأن هذه بشارة إن شاء الله تعالى على كل حال ما مضى على هذا الحال إلا إسبوعين وأنا مستمرة بأن أقرأ سورة ياسين بعد صلاة العشاء وأقول يا ناصر المظلوم يا صاحب الزمان مئة مرة ثم أسأله الفرج لحالي ولوضعي إلى غير ذلك بعدها بعد الأسبوعين جاء أخي إلى بيتنا وقال لي أمي قد توفيت رحمة الله عليها وأبي بحالة جيدة ونحن الآن نستطيع أن نزوره أو يريد أن يأتي أحد أخوتنا يعيش معه في البيت إذا أراد وإذا أحب ولكن لا بد لك بعد ذلك أن تتزوجي أنا استغربت قلت لها أنا الآن يا أخي بعمر خمسة وثلاثين قال هو هذا المطلوب فاستغربت من كلامه أكثر قلت له كيف قال لدي أحد الأصدقاء قد تزوج من إمرأة وكانت هذه المرأة مزعجة في حياته لأكثر من سنة أزعجته كثيرا بأخلاقها بتصرفاتها وهو قد أقسم على نفسه أن لا ينجب منها طفلا أبدا حتى وصل الأمر إلى الطلاق وقام بطلاقها وهو اليوم يريد أن يحظى بفتاة ملتزمة وصاحبة أخلاق الرجل عمره ستة وثلاثين سنة وأنت خمسة وثلاثين سنة وأنت إمرأة جيدة وهو لا يريد أن يتزوج من شابة بالعشرين لا يريد يريد إمرأة مناسبة لعمره على كل حال فأنا قلت الأمر لأبي وإذا بأبي يوافق جاء هذا الشاب وأخي قال أنا أضمنه أضمن أخلاقه لأنه معي موظف لسنوات عديدة وسألنا عنه جيدا بعد ذلك وجدناه كما قال أخي شاب خلوق إلى غير ذلك ولكن زوجته كانت تؤذيه إلى غير ذلك وصبر عليها كثيرا وعندما استغربت لماذا صبر عليها هذه السنوات لأنها كانت من بنات عمه وهو الظاهر بأنه العائلة ترجع إلى بعض الطبائع العشائرية حتى ألقى عليها على أهلها الحجة بأنه لا يستطيع المضي في حياته معها على كل حال تزوجنا بحمد الله عز وجل وبعد ذلك أنجبت بحمد الله عز وجل ثلاثة أطفال وعشنا سويا بأفضل حال بفضل صاحب الزمان سلام الله عليه للمعلومة كذلك بأني حصلت على وظيفة في إحدى الشركات الأهلية ووافق زوجي وأنا التي كنت في لحظة من اللحظات كنت أقول قد انتهت حياتي لأني بلا عمل وبلا زواج ومريضة سافرنا إلى الخارج وعولجت هذه الأمراض الجلدية بحمد الله ورجعت كأني بالعشرين من عمري وهكذا هو أهل البيت عليهم السلام يكون عطاءهم دائما يفيض بالخير يفيض بالعافية يفيض بالبركة برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة